لازم لما تلاقوا أنتوا كزوجين حصل موقف زي كده وتلاقي مثلا زوجتك قالت لك ممكن لو سمحت ما نتناقش في موضوع ده الوقت ونكلم بعدين أنت لازم على طول تحترم ده وما تقولش آه ما أنت يصلك مش عارفة تردي ما أنت يصلك ما لقتيش حاجة تردي بيها على كلامي ما أنت يديه عدتك أو العكس أن الزوجة تقول زوجة كده لا ما يصحش اللي عمل كده هو اللي تصرف صح لأنه حس أو استشرف أو استشعر أن الحوار هيؤدي إلى حاجة أوحش أن التصعيد ده هيؤدي إلى حاجة وحشة فلازم نبقى احنا الاتنين فاهمين كده كزوج وزوجة فما بالكو بقى في وجود الأطفال طيب إذا حصل والطفل حضر الخناء المفروض تعملوا إيه بعد كده يعني حصل بقى أنتوا معرفتوش تسيطروا على نفسكم وحضر الخناءة يعني حضر الحوار الحاد ده أو الخناءة أي خناءة إن شاء الله يعني مفترض أن ليه حل المفروض أنك تشركوا الطفل في مرحلة الاعتذار المتبادل ما بينكم مش فيه بعد كده هيحصل أنك زي ما بيقولوا كده بتطيبوا خطر بعض أيا كان برضو مين البادي خلاص أنت اللي بدأت ولا هو اللي بدأ المهم من ده يحصل وتطردوا خلاص وده لابد أو يعني في أغلب الأوقات بيكون مرتبط بتطيب خاطر أو اعتذار والاعتذار كلمة مش وحشة خلوا الطفل بقى اللي حضر الخناءة يحضر الاعتذار يحضر تطيب الخاطر لازم الطفل يشوف ويستشعر أنكم كأب وأم بتحبوا بعض وبتحترموا بعض وبتعتذروا البعض بالشكل ده الطفل هو كمان هيحترمكم وهيستوعب وهيقدر قيمة الاعتذار وقيمة الاعتراف بالخطأ وأكيد هيحس مرة تانية بالأمان المطلق حس أنه آه لا ده كانت حاجة عابرة كده مش الموضوع عد لأنه على فكرة الطفل لو حضر الخناءة وما حضرش الصلح بيفضل عنده الملف مفتوح لأنه ما حضرش اللقطة دي وفيه أطفال ما بتقدرش في السن الصغار بالذات ما بتفهمش ضمنا فاهمين قصدي فتقوله خلاص ما احنا بنتكلم بقى عادي هو كان لازم يعني نخليه يشوف أن احنا بنترده ازاي آه لازم لازم يعني إذا كنتوا خليتوا يحضر الخناءة فمش عايزينوا يحضر الفقرة الكويسة في الموضوع اعملوا كده بفضلكم